اجتماع جامعة الدول العربية الذي ضم بشار الأسد كان مقرفا بهذه الكلمات وصف رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون اجتماع القمة العربية في جدة مؤكدا أن العناق الدافئ للقاتل ويقصد هنا بشار سيقابل بعواقب وخيمة موقف أمريكي مستاء من ما جرى في اجتماع جدة بات واضحا في تغريدة ويلسون اجتماع هو الأول منذ 12 عاما الذي يضم بشار الموصوف بمجرم الحرب من قبل عميد الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش الذي شدد على أن السوريين بمن فيهم مئات الآلاف من القتلى والمفقودين يستحقون محاسبة بشار ومسائلته وليس التقاط الصور معه ومع ثبات الموقف الأمريكي الرافض للتطبيع العربي مع سلطة الأسد واحتفاء بعض الدول العربية بعودة بشار إلى الحضن العربي اشترط رؤساء مجموعة الدول السبع وجود تقدم حقيقيا نحو حل سياسي وفق القرار الأممي 2254 المتعلق بسوريا قبل البدء بأي خطوات لإعادة الإعمار وتطبيع العلاقات مع بشار القادة المجتمعون في هيروشيما اليابانية أكدوا دعمهم لعمل منظمة حضر الأسلحة الكيميائية وملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيموية في سوريا وانتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وبحسب البيان دعا الدول المجموعة المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون أي عقبات عبر الحدود وبينما يعتقد المجتمع الغربي بأن سلطة الأسد لا تستحق الإعادة إلى الجامعة العربية دون تحقيق حل سياسي في سوريا تقول الخارجية السعودية إنها تتفهم وجهة نظر حلفائها الغربيين مبررة أن الحوار مع بشار كان ضروريا كون الوضع في سوريا غير قابل للاستدامة وفق رؤيتها